نحو ربع مليون موظف اقتراع سيشاركون في تأمين متطلبات إنجاح العملية الانتخابية أواخر العام الجاري مفوضية الانتخابات أعلنت جدول عمليات خاضع للمعايير الدولية لتنفيذ التزاماتها الفنية وتنتظر إطلاق التخصيصات المالية البالغة 150 مليار دينار للمباشرة بمهماتها قدم رئيس وعضاء مجلس المفوضين ورئيس الإدارة الانتخابية المتطلبات لإتمام العملية الانتخابية فكان من ضمن المتطلبات هو توفير التخصيصات المالية والمفوضية بانتظار الموازنة الانتخابية لغرض إكمال ما عليها من متطلبات لإجراء الانتخابات في موعدها الحالي هي الكثير من المتطلبات التي قدمتها المفوضية منها دعم والإسنان من مؤسسات الدولة من ضمنها الموازنة الانتخابية والتخصيصات المالية الخاصة بالعملية الانتخابية تأخر اقرار الموازنة يعد سببا في عرقلة تنظيم الأمور الفنية خصوصا للمتبقي أمام إجراء الاقتراع مدة زمنية قصيرة قياسا لحجم المتطلبات اللوجستية التي تحتاج إليها المفوضية من تدريب كوادرها وتأهيل المراكز وصيانة الأجهزة وأمور فنية أخرى تمت المصادق على إجراءات تحديث سجل الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بأقليم لسنة 2023 وسيكون الأسبوع المقبل إن شاء الله بداية التدريب الذي يستهدف أكثر من محافظة عدد المراكز أكثر من 900 مركز تسجيل استعداداً لإفتتاح هذه المراكز بغية استقبال الناخبين لغرض تحديث بياناتهم بايومترياً ومن ثم استلام بطاقة الناخب البايومترية التي ستطبع لاحقاً والموجودة وبعض البطاقات الموجودة حالياً في مراكز التسجيل عقبات أخرى تقف في طريق إنجاح العملية الانتخابية تتعلق بتحديث سجلات الناخبين وتسلم البطاقات البيومترية للموليد الجدد خصوصاً أن هناك نحو 10 ملايين بطاقة ما يزال مصيرها معلقاً بمدى استجابة أصحابها لتسلمها على الحديد قناة الفلوجة بغداد